كاك الدراء المقلوب نفس فكرة الطين أبل أبسايد داون كاك بس بعد على قطيب لأنه الدراء قطيب كتير طبقة كرامال طبقة الدراء وطبقة كاك بتعمل الدراء شي سوبر طيب طريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة تعاون حضره سبا نبلش أول شي بتحضير طبقة الكرامال بقى الطنجرة على النار رح نحط كباية من السكر ورح نتركه حتى الدوب وتتبلش تتكرمل عنها ما منحرك إلا حتى السكر يبلش يدوب ومبلش شوف اللون الدهبي الحلو على الأطراف ما دلوقت أنا حضرت الدراء غسلتهم وقطعتهم لشرائح بس يبلش يدوب السكر منصير منقلب ومنظلنا عم نقلب حتى يدوب كله ونحصى على اللون الدهبي على اللون الأشقر الحلو نرجع منضف له شوية من الزبدة شي معلقة كبيرة ومنظلنا عم نقلب حتى الزبدة الدوب كله مزبوط وبيكون الكرامال صار جهز عنا منصبه بقالب الكايك اللي منكون قرادة من تحت تهنينه بالبايكينج سبري أو بالزيت ونرجع منوزع شرائح الدراء وأنا كمان كان عمدي شوية لوز ما بروش حطيتهم بحساتهم بيلبقوا منترك قوالب الكايك على جنب وهلأ رح نحضر لخليط الكايك بقالبجاة نضيف رح نكسر ثلاثة حبات من البيض ونرجع منضيف فوقهم ثلاثة رباعة الكباية من السكر شوية من الفانيلا ومنظلنا منقلبهم كتير منيح لحتى يفتح لون الخليط منرجع منضيف ثلاثة رباعة الكباية من الزيت كباية من بوري الدراء واللي هو عبارة عن الدراء طحنتهم مثل مهنة مع أشرون أكيد بس شلت البذر هيعطي نكحة وحيعطي لون كتير حلوك للكايك ونقلبهم كمان كلهم سوا كتير منيح للمواد الجافة كبايتين ونصف من لطحين ومعلقتين صغار من الباكينج باودر وأي خشالة رح نضيفها كمان هي نقطة من الخل هيك بتعطيه تراوي وهشاشة بعد للكايك أكتر ومن خطر ونقلبهم كلهم سوا مضبوط لحتى نحصل على خليط كايك ما بدنا يكون كتير رخوب تحسوه شوي سميك هيدا المطلوب لهيك نوع من الكايك منوزع خليط الكايك بقلب الأوالب اللي جهزناها وعفكرة أنا عم استعمل قلبين اياسهم 20 سنطة كل واحد لأنه كان متخلي واحد بالبيت وواحد اخده لأصحابي بس أكيد فيكن تعملون انتو بقلب واحد كبير اياس 24 سنطة وراح نفوت قلب الكايك على فرن حامل من تحت بس على درجة حرارة 180 الكايك منحطه بالرف من الصاني والصانية السوداء من تحت من عبية ماء كلها ما تغلطه غلطه أنا نسيت عبية ماء فاضطرت ان افتح على الكايك هو عمين خبز بس الحمد الله ما هبط ومنتزع وضله كتير منيح فالكايك بالرف من الصاني وسانية الفرن تحت السوداء بقلبه ماء ومنسكر عليه عدراج حرارة 180 منتركه لمدة 35 إلى 40 دقيقة وبيصير جاهز عنا منطلعوا من الفرن نشوفوا كيف قلبه مستوي مظبوط ناشف مية بالمية نرجع بنقلبه وشوفوا شكله مع حله فعلا بجنن غير شكل ما في شي ملزق والكرامال ما احترق لأنه حطينا ماء لو ما حطيته ماء كان اكيد رح يحترق مع كل الكرامال من تحت منقطعوا منقدموا منظروا عن جد كتير حلو طعمتوا بعض على قطيب وكتير بالبالو تقدموا له حده آيس كريم أنا للأمانة حضرت آيس كريم بطعمة الدراء بس كانت بعدها بالفليزر أنا عم صور ما كانت جاهزة وكنت مستعجل فما بيقسب لازم تجربوا هذا الكيك خصوصا أنه هلأ موسم الدراء وتعطوني رأيكم فيه وصحتين وألف عافية على قلبكن جميعا